ده فريرة اللي عنده وجهة نظر فنية مختلفة عننا جميعا انا عادة ممكن اشوف وجهة نظر فنية من وجهة نظر يعني ويجي المدرب يعمل غيرها فالمدرب هو الصح انا كيكا غلط ده ينطبق علينا جميعا المدرب هو الصح بس هو يبقى صح امتى لو التغيير ده اتى بسيماره شوفنا نجاحات يعني النهاردة على سبيل المثال معظمنا انطقت فكرة ان باتشيكو طلع عبدالله السعيد بعد الطرد علي جبر وقلنا كان ممكن يطلع فخر لقاي جي في الاخر باتشيكو اثبت انه هو كان صاحب الرأي الصحيح شكرا هو اللي بيبقى شايفه هو اللي عنده رؤية ونمشي وراه مع النجاح طيب لو انت طريقتك ديت ما ودتناش لنجاح يبقى انت خدت كارات خاطئة وجهة النظر التانية هي الصح انا في رأيه انه الزمالك مش في ازمة عشان بس فيه ناس طبعا مع الهزيمة تبدأ تبالغ وتهد المعبد انا قلت الكلام ده على الزمالك وقلت على الاهلي عبل كده وقلت على منتخب مصر انا متضد فكرة انه لما تتعصر بعض الشيء اللي تيجي عليك فترة تعصر تهد المعبد لا ما تهدش بس بسرعة عد الأوضاع يعني الزمالك ما خرجش ابدا من المنافسة علاقة بالدوري هو لسه في الصورة جدا جدا يعني حتى مع مباراة الاهلي بغضر نظر عنها كده هيبضل الزمالك ينافس فالزمالك ما طلعش بره من منافسة ما بعيدش الزمالك لسه عنده بطولة افريقيا لسه ما بعيدش خسر صحيح الوصول الى نهاية كاس مصر او البطولة نفسها بس هي مجرد بطولة وشي مفهود بعدها يتهد المعبد بس بسرعة جزفالته فريرة لازم يعد الأوضاعه لازم يعد الأفكاره ده فريرة على جنب حطه بقى على جنب رأيي ان المشكلة الأكبر مش عند فريرة رأيي المشكلة الأكبر عند لعبي نادي الزمالك بصراحة يعني انا بستنى من زيزو امام عشور تحديدا أداء الحد الأدنى فيه تمانية من عشر هما عادة بيلعبوا تسعة من عشر وممكن عشرة من عشر كمان بس الحد الأدنى دايما بتعزيزه امام عشور ما ينزلوش عن تمانية سبعة من عشر النهاردة لا مش كويسين مدافعي نادي الزمالك يعني حساب المجيد رائع جدا فيه الضربات السابتة الهجومية النادي الزمالك من أحسن أحسن المدافعين اللي بيعرفوا يحولوا كراط السابتة لأهداف بس في الدفاع هو محمد عبد الغني لا مش أحسن حاجة ما عملوش أحسن أداء مش المطش ده بس المطشاط اللي فاتت اللغباتة دايما بتحصل في اليمين والشمال مين يلعب على اليمين وعلى الشمال باك رايت و باك ليفت نص الملعب عامل سيسي لسه ما دخلش في الأجواء دونجا رغم مقيمته أهميته بس لسه ما بقاش جاهز ما في الماء لسه محتاج كذا مباراة عشان يبقى مهم أو يعني مؤثر بصراحة وأنا عارف أنه دايما إيه دي بيسموها الخطوط الحمرى عند جمعين نادي الزمالك بس أنا هاوصل له الشكبالة دايما سقف التوقعات معاه كبير قوي تحديداً بينزل الشروط التاني يعني النهاردة وقال مباراة مقفلة وشايف شكبالة نازل قلت الدنيا هتتغير الزمالك هيبقى أفضل هجوم ميا مش برضو بتكلم عن المباراة دي بس المباراة كان مباراة أخيرة كده الشكبالة ما بينزل ما بيقصرش لا الشكبالة العادي بتاعه أنه يقصر وتحدثنا الموسم الماضي أن الشكبالة كان له دور رائع جداً في الدقائق اللي لعبها في الملعب أو حتى خارج الملعب بس ده دور الشكبالة ده دور القائد دلوقتي أنه يثبت الفرقة دي يثبت يثبت اللاعبين العقلية والأفكار والحماس ينزل ويبقى مؤثر بتمريراته وتصيباته وأداءه الرائع ما شفتش كبالة عمل كده النهارده ده ده الملعب اللي خارج الملعب بقى دي حكاية تانية خالص